مع كل حديث عن انفراجة في الأزمة بين بغداد واربيل تعود التصريحة السياسية للمعنيين لتعيد الأمور إلى المربع الأول فبعد سلسلة من اللقاءات بين رئيس الوزراء حيدر لعبادي ورئيس حكومة كردستان العراق نجرفان برزاني وكلام البعض عن اتفاق بين الرجلين على جملة من الأمور من شأنها تبريد الأجواء ووضع العلاقة بينهما في إطارها الصحيح خرج اليوم لعبادي ليبلغ النواب الأكراد في البرلمان عدم وجود خطة لزيادة حصة كردستان في موازنة العام الحالي مشيرا إلى أن نسبة السبعة عشر بالمئة الممنوحة له خلال السنوات السابقة كانت اتفاقا سياسيا يجب أن لا يكون معمولا به في الوقت الحالي فوجهة نظره تشير إلى أن الحصة يجب أن تتناسب عدد السكان في كل محافظة وبالتالي العودة إلى النسبة التي كان معمولا بها قبل العام 2003 وهي 12.6% العبادي علل ذلك بتخفيض حصة جميع المحافظات في موازنة العام 2018 من دون أن يستثني أحدا باعتبار أن التخصيصات الموجودة في البلاد لا تكفي لكل العراقيين الطرف الآخر أكد فشل الاجتماع بين النواب الأكراد والعبادي بما يخص بحث المشاكل الاقتصادية والمالية وعلى رأسها ملف حصة كردستان في الموازنة نائب رئيس مجلس النواب أرام شيخ محمد الذي ترأس وفد البرلمان أشر إلى ذلك وزاد عليه بكشفه بحث استحقاقات مدينة حلبجة وملف محافظة التأميم ليطالب في نهاية المطاف لعبادي بأهمية أخذ ملاحظات ومداخلات النواب بعين الاعتبار وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف لتمرير قانونها وفي النهاية فإنما أدل به كل طرف يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن الاتفاق ما زال بعيدا حتى اللحظة